الخاصية الكيميائية ماذا تريد يا سالم؟ أريد الاستفسار عن بعض الأشياء التي تحدث من حولنا ولكنني لا أعرف سببا محددا لحدوثها مثل ماذا؟ رأيت بوابة منزلنا تغير لونها وأجزاء منها أصابها الصدق كذلك لاحظت أن بعض الأطعمة مثل التفاح والموز يتغير لونها عندما تترك في الهواء سأشرح لك الأمر يا سالم بل وسأجعلك تقوم ببعض التجارب التي تفسر لك الأسباب التي أدت لحدوث مثل هذه الأشياء والتي يطلق عليها العلماء مصطلح الخاصية الكيميائية ولكن هل أنت مستعد؟ بالطبع أنا مستعد لاحظ معي هذه التجربة سنحضر كوبا من الماء وقرص فوار سنضع قرص الفوار داخل الكوب ولنرى ما سيحدث انظر لقد بدأت المياه بالفوران وكذلك تغير لونها واختفى قرص الفوار ولكن كيف حدث ذلك؟ سأخبرك لقد حدث تفاعل كيميائي بين قرص الفوار والماء أدى إلى تغير في التركيب الأصلي للمادة وهي قرص الفوار بسبب حدوث تفاعل كيميائي مع الماء ونتج عن ذلك تكون مادة جديدة وهو ما نراه من خلال فوران الماء وتغير لونه وذلك لامتلاك قرص الفوار لخاصية كيميائية ومما سبق نستطيع أن نعرف الخاصية الكيميائية بأنها خاصية تشير إلى ميل المادة لحدوث تغير في تركيبها الأصلي بفعل تفاعل كيميائي وينتج عن ذلك مواد جديدة عندما نرى قطعة خشب تحترق نلاحظ أنها تتحول بعد فترة إلى كومة من الرماد والسؤال هنا لماذا تحولت قطعة الخشب إلى كومة من الرماد؟ ما حدث لقطعة الخشب يسمى بالتغير الكيميائي بسبب اشتعال النيران بها ولكن كيف يحدث هذا التغير؟ لقد تفاعل الأكسوجين الموجود في الهواء مع الخشب المشتعل فاحترق الخشب منتجاً مادة جديدة تسمى رماداً وتسمى هذه الخاصية الكيميائية بقابلية الاشتعال أو الاحتراق إذن فالتغير الكيميائي chemical change يعرف على أنه التغير الذي يحدث في تركيب المادة بسبب خواصها الكيميائية وتنتج عنه مادة أو مواد جديدة هناك العديد من الأمثلة الأخرى على التغير الكيميائي الذي يحدث للمواد بسبب تفاعلها الكيميائي مع الأكسوجين الموجود في الهواء منها تصدأ البوابة الحديدية غير المدهونة وتتآكل بمرور الزمن وذلك بسبب تفاعل الحديد مع الأكسوجين الموجود في الهواء مكوناً أكسيد الحديد وهو ما يسمى الصدق يتغير لون ثمرة التفاح إلى البني الداكن عند تقشيرها وتركيها في الهواء وذلك بسبب تفاعلها مع الأكسوجين الموجود في الهواء التغيرات الكيميائية التي تسببها الحرارة والضل ليس الأكسوجين فحسب هو ما يحدث تفاعلاً كيميائياً مع المواد بل هناك أيضاً الحرارة والتي تحدث تفاعلاً كيميائياً يؤدي إلى انحلال بعض المواد مثل الحجر الجيري عند تعرضه للحرارة يحدث له تغير كيميائي وينتج أكسيد الكالسيوم ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون كذلك الكهرباء تحدث هي الأخرى تفاعلاً كيميائياً في بعض المواد وتؤدي إلى تفككها وهو ما يحدث عند التحليل الكهربي للماء الذي ينتج عنه الحصول على المكونين الرئيسين للماء وهما غازال هيدروجين والأكسوجين الدلائل التي تثبت حدوث تفاعل كيميائي هناك الكثير من الدلائل التي تؤكد حصول تغير كيميائي والحصول على مواد جديدة مثال على ذلك تغير الطعم والمظهر الخاص بقطعة الكعك عند تعرضها للحرارة ويتضح ذلك من خلال ظهور الثقوب التي تتركها الفقاعات عليها تغير اللون كما يحدث عند تسخين كمية من السكر فوق لهب إنتاج الحرارة أو الضوء كما يحدث عند اشتعال الخشب تصاعد الأدخنة كما يحدث في تفاعل السكر مع حمض الكبريتيك حدوث الصوت كما في تفاعل السوديوم مع الماء شكرا لك يا معلم العزيز لقد تعلمت استمتعت بدرس اليوم كثيرا العفو يا سالم والآن لخص لنا ما تعلمته الخاصية الكيميائية هي خاصية تشير إلى ميل المادة لحدوث تغير في تركبها الأصلي بفعل تفاعل كيميائي وينتج عن ذلك مواد جديدة التغير الكيميائي هو التغير الذي يحدث في تركيب المادة بسبب خواصها الكيميائية وينتج عن ذلك مادة أو مواد جديدة أكسجين الهواء يحدث تغيرا كيميائيا للمواد بسبب تفاعله معها كما في حالة الصدق التي تصيب الحديد الحرارة تحدث تغيرا كيميائيا للمواد بسبب تفاعلها معها كما في حالة الحجر الجيري